المترجم للقناة نستعملها نهائيا لوجه والرقبة لأن هذه المنطقة تكون رهيفة بزاف وكتعطينا أعراض جانبية لكن طريقة الحصرية الجديدة والطريقة اللي ستستعملها الآمنة كيفاش نستعمل الحلبة أول حاجة كنناخد الحلبة ونحمصها يعني كنقليوها بحال كما كنقليوها زريع لأنك تتقلي الحلبة مزيان ومن الأحسن نشوفو هادوك الميقلات اللي كتكون المغلفة بحال الميقلات اللي كيتصيب فيها البغرير نرى الأخوات الحادقة تبارك الله كيعرفوها وتما كنحمصوا هاد الحبوب ديال الحلبة إذن كتتحمص علاش باش كنقضيو على المفعول ديال لطخي قونيل وكنهرسوا ذاك الجهد ديال واحد المواد كتسمى ليزال كالويد إذن القواعد فهاد المواد هادي كنهرسوا لهم الجهد ديالهم ولكن في المقابل مني كنقليو الحلبة كيطلعوا لنا كيطلع لنا التركيز ما يسمى بديال بيوفينول ديال الفيتامينات من المجموعة باع وكذلك مضادة الأكسادة في هاد المادة هادي ديال الحلبة إذن احنا قليناها مزيان حتى كتتقلة وكتتحمرة مزيان وكنحسوب هاديك الريحة كتطلع يعني هادك الزيت الأساسي اللي فيها ولي كيطلع وكيتبخر وكنشمو هاديك الريحة وهاديك الريحة أصلا مي كتكون كتطلع مي كنبخره فهي مي كتكون وكنحمصوا هاد الحلبة فهي كدلي كتعاون في التعقيم ديال هاديك البيت والتعقيم ديال الدار لأنه هاد الزيت الأساسي مهم جدا ضد الطفيلية من بعد كنتحنوها ومني كتتحن كنسدو عليها في واحد دفاع القراءة كتكون محكمة تسد يعني ما كتخليش الهاوي يدخل ولا الرطوبة تكون وكنسدو عليها مزيان وكنخبيوها في واحد البليسة من بعد شنو كنديرو لابغينا نستعملو الحلبة اش كنديرو كنناخدو معلقة كبيرة من هاد المحلول هذا وشنو كنديرولي كنزيدو علي كاس كبير ديال الماء مغلي اذا معلقة كبيرة من هاد الغبرة هاد الي صيبنا وكنزيدو عليها كاس كبير ديال الماء مغلي كنخليو هيطلق حتى كيبرد مدة دير عشرة ديال الدقيق وكنصفيوه مني كنصفيوه كنسدو علي وكنديروه في تلاجه اذا هاد المحلول هذا ولي ولي عندنا المحلول الجاهز باش نصيبو الوصفات ديالنا من اللي حلبة وكيكون محلول امين وما فيش تركيز مرتفع ديال المواد الضارة اللي كينا في الحلبة كنناخدو معلقة كبيرة اذا اول اول مشروب قلنا غنصيبو هو مشروب لتصفية الدات وتقوية المناعة فكنناخدو معلقة كبيرة من هاد المحلول هذا كنزيدو عليه معلقة صغيرة ديال الزعطرة وكنزيدو كاس صغير ديال الماء مغلي حتى كيطلق كنصفيوه وكنوليو كنشربو هاد المحلول نص ساعة بعد الفطور وكندومو عليه ثلاثات المرات في الأسبوع مدة ديال الشهر فقط المشروب الثاني ديالنا هو مشروب ليتحسين الضورة الدموية وغايص لاحف هاد البرد هذا فهنا غدناخدو الحسوة ديال الشعير بالحليب اللي هضرنا عليها وللأخص ديالنا كديرها ولكن هنا غنديرو معلقة كبيرة من المحلول ديال الحلبة اللي صيبنا نخلطوه معه ونستهلكوها في الوقيتها ديال الفطور ديالنا كيفاش هنا يا فهد الحسوة البلدية اللي كتير من المغربة كيستعملوها في البرد أشمن وقيتها يعني بذير استيجادة داك الماء القادية لهد الماء ديال الحلبة اللي وجدت هل أفهم الأحسن في الصباح لأن العديد كيف تربي أمتناه؟ لا، كيف هل سيدي صوبة الحلوبة؟ لا فقط تغذيب معلقات المالحلوبة؟ نعم، سؤال مهم اختصانة، إذا لم تتعمل هذه الزلافة؟ تزيد فيها معلقة كبيرة ديال هذه المحلولة ديال الحلوبة اللي صيبنا وعاد نشربها يعني إذا ستضع الحلوبة لها لا تغليها، لا تغليها، لا تغليها وهي كالطيب لا تغلي وتسالي في التقديم، يعني إذا لنقضي أمت vår هذه الزلافة كيف نقدمها، يمكن أن نزيد هذه المعلقة كبيرة ديال هذه المحلولة ديال الحلوبة المال يدعنا كيف شرنا الطريقة ديالك، ماذا ما الحلوبة بوحده ما نخلطتها معها شبا واحدة أخرى؟ لا نهائيا، غير هو بوحده فهو كافي لإعطينا هذه الفعالية هذه ويش هنا يغنزيد معلقة كبيرة في كل الزلافة الحلوبة؟ ولا السيدة غدير معلقة كبيرة ديال هدو المال ياسد حلوبة؟ نعم فمعلقة كبيرة في كل أزلاف هذه الحسوة كبيرة إذن هنا يا هاد الوصفة هذه وهاد النصيحة شنو كتساعد على رفع المناعة للجسم وعلى أنه مع البرد الإنسان كتبراسه كيف يتخن هنا كتحسن الضورة الدموية وكترفع لنا يعني كتقاوم لنا البرد واش أي واحد ممكن يجير هاد الوصفة هذه دكتور عيماد فهاد الوصفة أمينة لستعملها بالطريقة هاد نعم كنا عودوا نذكروا أنه هنا يزري عاد الحلبة كيف كتشيريوها عند المعشابة ديالكم أو في المحلات تجارية الكبرى أو عند القلاي كتتحمص كيف سمعنا الطريقة ديال دكتور عيماد كتتحمص المقلة الثقيلة مزيان ومن بعد كتنقع يعني كتترقد نعاوض نعطي المقادير دكتور عيماد إلى سنحتي إذن قلنا كنطحنوها وكنحطوها في واحد القرعة ديالزوجاج محكمة السد من بعد كنناخدو معلقة كبيرة من هاد المكوين هذا وكنزيد عليها وكنزيد عليها كاس كبير ديال الماء المغلة حتى يطلق وكنصفيه وكنزد علي وكنحطوه في تلاجة من بعد هادك الماكن هو ما يستعمله ما يبقى في تلاجة ما يبقاش برا تلاجة ما ألقى وحدة في اليوم كافية؟ ما ألقى وحدة كافية يعني بهالطريقة اللي استعملناها فهي كافية أنها تعطينا فائدة ولكن ثلاثة المرات في الأسبوع فقط والاستعمال مدى ديال الشهر فقط يعني ما كان فوتوش لمدى ديال الشهر في استعمال دياله وماشي كل أسباح ماشي كل نهار ماشي كل نهار نهار يا ونهار لا إذن ثلاثة ديال المرات في الأسبوع نعم عندك وصفة تالية نعم للاستعمال الحلبة إذن الوصفة التالية غتكون وصفة للجمال إذن جمال الشعر وهناك تكون وصفة للتقوية الشعر يعني باش كتعطينا ذاك الخلفة دياله وكتعاون الشعر ديالنا باش كيرجع لمعان دياله إذن هاد الوصفة غل نخطو فيها معلقة كبيرة ديال المحلول ديالنا اللي صيبنا ديال الحلبة وجوج مع القبار ديال ياغورت الطبيعي غدي نخلطهم مزيان وكنتهنوا بهم جلدة ديال شعرنا وشعرنا كنخليهم مدّة ديال الساعة وكنغسلوه والعملية بحال ديما كنديروها جد المرات في الأسبوع وكنستعملوها مدّة ديال ثلاثة أشهر يعني هنا هادا حمام ديال الشعر مفيش الزيوت هادا حمام ديال الشعر بالماء ديال الحلبة نعم نعم فحمام شعر بالحلبة أو بالماء ديال الحلبة واللي ان شاء الله غد يعطينا فائدة كبيرة للفروض رأس ديالنا نعود ونذكر المقادير معلقة كبيرة ديال المحلول للحلبة نعم وجوج مع القبار ديال الياغورت الطبيعي إذن هنخلطوهم زيان حتي تخلطو من بعد كندهنو بهم جلده ديال شعرنا وشعرنا كنخليهم مدّة ديال الساعة وكنغسلوه العمالية كنديروها جوج المرات في أسبوع وكندومو عليها مدّة ديال ثلاثة أشهر يعني السيدة مني غدير هادا حمام هادا ديال الماء ولياغورت في المسوس شعرها غدخليه ساعة شنوه النتيجة من بعد دكتور عيماد فالنتيجة أننا كنشطو الدورة الدموية في فروات الرأس لأننا قلنا فروات الرأس أهم حاجة أن الدورة الدموية تكون كتوصل لها بطريقة مزيانة زائد قلنا أن الحلبة غانية بالفيطامينات من المجموعة بع وغانية بالبيوفينول فهدو كلهم مكونات اللي كتعاون في النمو ديال الشعر وفي التقوية ديال الجدر ديال الشعر الناس اللي يطلبوا مننا وصفة وكيسولوا كنو يديروا الكلف الكلف قديم أو كلف جديد باش غتنصحهم بطريقة عيماد فأغن أعطيه وصفة بسيطة أغن ناخده فيها معلقة كبيرة ديال دقيق الضورة معلقة صغيرة ديال الغاسول مدقوق ومغربل وخمسة ديال معلقة كبار ديال الماء المغلب دقيق الضورة معلقة كبيرة معلقة صغيرة ديال الغاسول مدقوق ومغربل وخمسة ديال معلقة كبار ديال الماء المغلب إذن نخلط هذه المكوينة سادوا كاملين ونضعوهم كماسك على البشرة دي الوجه ودي الرقابة نخليهم مدة دي نصف ساعة ومن بعد نغسلوا هذا الخالط هذا العملية نضير وجود المرات في الأسبوع وندوموا عليها مدة دي الثلاثة أشهر لا تنسوا الأعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة